ملامح تموضع وفرز بين محاور إقليمية ودولية هذا ما يدركه الناظر في أوضاع الشرق الأوسط الولايات المتحدة ومعها بعض العرب في محور ركائزه الأساسية إنجاح صفقة القرن والعداء المطلق لإيران جديد المحور دخول إسرائيل دائرة التطبيع من الباب العريض الأردن اليوم ليس كالأمس هو على حذر شديد من أن تكون الصفقة صفعة له محاذير تمنعه لم تكن واهية فاستهداف استقراره من بوابة الوضع الاقتصادي كان واضحا في المقابل تبدو إيران ومعها حركات المقاومة مصرة على فرض خياراتها السياسية لآتها كثيرة واضحة محددة العداء المطلق لإسرائيل دعم حركات المقاومة ونصرة حلفائها مسيرات العودة في غزة وتظاهرات الضفة لفك الحصار والتموضع الجديد لحركة حماس كلها مؤشرات تضاف إلى ما ينجز في الميدان السوري يقول أنصار المقاومة أما الجديد في الإقليم بروز روسيا كلاعب أساسي يزداد نفوذها حضورا يوما بعد آخر تركيا ومن معها ليست ببعيدة عن التداخل اشتباكا أو تقاطعا مع صراعات المحاور القائمة هنا لعبة عض الأصابع من يصرخ أولا هو الذي يحكم قواعد الاشتباك في صراع الإرادات حول مستجدات المحاور في الإقليم وساحات تنافسها نستضيف الأمين العام للتجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة الدكتور يحيى غدار حياكم الله وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة مع الدكتور يحيى غدار ونبدأها أهلا وسهلا فيك دكتور يحيى نبدأها من الحدث الأبرز اليوم وهو شن التحالف السعودي حملة عسكرية على مدينة الحديدة في اليمن وبما تملكه وميناء الحديدة وبما يملكه أيضا من موقع استراتيجي خاصة أنه كان المورد الأساسي لدخول المساعدات الدولية إلى هذا البلد المنكوب ورغم كل التحذيرات الدولية والأممية من هذه المعركة كيف يمكن قراءة القرار بشن هذه المعركة وهل يغير في موازين القوى لجهة ما يقال من صراع محاور بسم الله الرحمن الرحيم تحية إجلال وإكبار للشعب اليمني وللجان الشعبية والجيش العربي اليمني الذي يتصدى اليوم بالحديدة يتصدى لأكبر عدوان منذ بداية هذا العدوان السعودي الأمريكي الإميراطي والتحالف على اليمن معركة الحديدة هي المعركة الاستراتيجية الأكبر من خلال هذه المعركة سيكون هو مصير اليمن ككل لأنه وليس لدى الدجان الشعبية والجيش العربي اليمني والمجلس السياسي الأعلى في اليمن ليس لديهم سوى خيار واحد ردع هذا العدوان والتصدي له والانتصار عليه لأنه إذا لا سمح الله سقطت الحديدة بيد الحلف المعادي معنى ذلك فتحت الأبواب على سمعها يعني هذه النقطة ليش؟ لأنه من خلال تحول مفصلي في الصراع وكل من يأتي من غزاء ومن مؤن تأتي من هذا الميناء يعني هناك 30 مليون نسمة هي على حافة الخطر والجوع والحصار الأكبر في حال استطاع الأعداء أن يسيطروا على حديدة لذا أنا أؤكد لكم بأن أيضا كما فشلوا كما فشلوا في كل العدوان منذ أكثر من ثلاث سنوات هذا العدوان أيضا حديدة سيكون مكلف كثيرا لأولاء الأعداء وسينتصر الشعب اليمني في الآخر واليوم نرى بأن بدأت المعارك صباحا وسقطت بارجة من بارج الأمريكية التي هي سعودية بين الهلين ولكن بارجة أمريكية أسقطتها السواريخ التصدي البحرية اليمنية والمعارك دائرة الذي يعطيني اطمئنان بأن القبائل والعشائر اليمنية أعلنت النفير العام والنفير العام بمعنى اليمني معنات الجميع كل من يستطيع حمل السلاح هو الآن خدمة الشعب اليمني وفي مواجهة هذا العدوان طيب طبيعي وكان الحديث ولا يخفون ذلك أقله السعودية والإمارات وبعض الخليج أن الحملة التي تشن في اليمن هي للقضاء على النفوذ الإيراني كان يراهن على أن هذا النفوذ سوف يبدأ يتفكك خاصة بعد ما عرف بثورات العربية أو الانتفاضات التي حصلت في بعض كثير من الدول في الفترة الأخيرة شاهدنا وكأن هذا الحلف أعاد ترميم نفسه آخره كانت تصريحات لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لجهة دعم سوريا جيشاً وشعباً وحكومة للقضية الفلسطينية تاريخياً وحتى حاضراً البعض اعتبروا أقله الأستاذ عبدالباري عطوان اعتبروا نوع من الاعتذار العلني تقديركم في أي سياق يمكن وضع هذه التصريحات هل هذا المحور يعيد ترميم نفسه كما يأمل أهله وأنصاره يعني هذا المحور هو موجود والجزء الوحيد الذي كان متلكئاً هي أحماس بالأساس لأن للأسف دخلت في سوريا بشكل خاطئ وكان لها دور مباشر وغير مباشر لضرب الاستقرار في سوريا وبشكل أو بآخر ولو هم ينكرون دعموا الإرهاب بشكل أو بآخر في سوريا وذلك أصبح واضحاً وللأسف القراءة حماس كانت في داخل وقت قراءة خاطئة وقلنا نحن وأنا بالذات كان لي لقاء مع خالد مشعل بحزيران 2011 في الشام بعد يوم من إطلاق البيان الذي بدأ يخلق جوه سلبي على مستوى وللأسف بلقاءنا معه كانت خياراته أنه سيسقط النظام وليس هناك خيار آخر وهذا الخيار الذي يقومون به هو لمصلحة الشعب السوري وهو لما قلت لها العكس تماماً وستندمون وهذا أقوله بالمباشر بعد لقاء طويل وقلت ستندمون أنكم أمام فرصة تاريخية لكون حماس قائدة هذه الأمة أن تبقوا في محور المقاومة وتدعموا الاستقرار في سوريا وتقفوا مع الجيش العرب السوري للأسف لم يكن ذلك لأن المشروع الذين كانوا ضمنه أكبر بكثير من أن يأخذوا رجل لوحده الآن بعد أن تجلك كل الأمور وأصبحت الأمور واضحة بأن بالأساس التطاول والعدوان على سوريا أساسه وإنهاء الوضع على الفلسطين وإنهاء فلسطين لأن سوريا هي قلب المقاومة وهي قلب الأمة وقلب العروبة لذا هذا ما قلناه في 2011 الآن صار واضح لحماس بأنها ليس لديها خيار آخر أو الانتحار الانتحار لأن القيارات الأخرى كلها تبينت أنها خيارات أمريكية وصهيونية بشكل أو بآخر فلذا من الطبيعي وخاصة بعد إطلاق صفقة القرن ونقل السفارة ونقل السفارة الأمريكية للقدس وإنهاء فلسطين لم يعد لحماس سوى هذا الخيار ونحن طبعا نبارك ولكن يجب أن يكون الاعتذار أوضح من ذلك بصراحة يجب أن يكون هناك الاعتذار أوضح وأن يأكدوا بأنهم أخطأوا أخطأوا في قراءاتهم الماضية ليعود الشعب السوري والقيادة في سوريا والجيش العربي السوري هم مقاومون وبلقاءاتنا مع سيدة الرئيس الدكتور بشار الأسد كان دائما يقول حتى بأزدين الأزمة كان يقول بأنه ليس عنده أي مشكلة للعمل مع كل الفصائل المقاومة حتى حماس على شرط أن تعود إلى موقع المقاومة الآن عندما تأخذ هذا القرار على أن تستمر ونحن نشد أيدينا على أيدي هؤلاء القيادات ستعود المياه إلى ما جريها في العلاقة السورية مع حركة حماس خاصة أنه في تقارير صحفية كانت تتحدث قبل فترة من أنه كان في وساطة وأحد أبرز المتوسطين كان هو الأمير العام لحزب الله سيد حسن نصر الله وكذلك كان القائد للحرس الثوري قاسم سليماني إلا أنه كان هناك صد سوري قائد قوات القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني إلا أنه كان هناك صد سوري لأي علاقة مستجدة مع حركة حماس هل تقديرك الآن تغير الموقف السوري؟ قم قلت لك من فم سيد الرئيس الدكتور بشار هو ليس لديه أي مشكلة مع حماس كحماس هو مشكلته أن تعود حماس إلى خيار المقاومة فعندما تعود حماس إلى خيار المقاومة وهذا قلنا أكثر من اللقاء معه هو ليس لديه أي مشكلة بل بالعكس تفتح الأبواب ولكن أنا أقول هناك أقل أقل بعد كل هالكوارث والدمار وهل أقل يجب أن يكون فيه احتزار أكثر من ذلك أنا رأيي وإذا تم ذلك من الطبيعي نحن بحاجة لكل محور المقاومة بحاجة لكل القوى المقاومة أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية وأن تكون في المحور وأن يكون هناك قيادة مشتركة وسوريا هي قلب هذا العمل يعني بصراحة أنا علي أعتقد مستقبلا إذا استطاعت حماس أن تكون أكثر وضوحا في هذا الموضوع السوري أنا أعتقد بأن قلب الدكتور الرئيس بشار الأسد قلبه كبير والشعب السوري قلبه كبير أنا أعتقد أنه ممكن أن تتعود العلاقة طبعا ليس كما كانت في القبل كانت في القبل كان مقدم سوريا مقدمة كلها لحماس ولليل لكن على الأقل أن يكونوا جزءا من هذا المحور وأن يكون هناك بعض التنصيقات طيب الفترة الأخيرة خلال الشهر الماضي أقله كان هناك حراك فلسطيني هائل جدا على خلفية صفقة القرن الإعلان عنها بداية ثم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خرجت تظاهرات هناك مسيرات عودة بعضها ما زال مستبرا لكن كان اللافت خروج تظاهرات حاليا في الضفة الغربية تطالب السلطة الفلسطينية بفك الحصار عن القطاع بعد طبعا نحن نحكي نحن لفترة طويلة من الحصار الذي ضارب قطاع غزة تقديرك هل بدأنا نشهد شيء مختلف في الساحة الفلسطينية بعيدا عن توصيات أوسلو بعيدا عن توصيات بعض الدول التي الآن تسوق لصفقة القرن في المنطقة الحراكي الشعب الفلسطيني تجاوز جميعا وهذه لأصة أساسية المسيرات مسيرات العودة الكبرى خلقت جو وحدوي عن مستوى الشعب الفلسطيني خلقت جو وحدوي عن مستوى الفصائل الفلسطينية وهي هذه العلاقات نحن تتطور كل يوم أكثر من يوم يفرض يفرض الوضع يعني أنت أمام حرب وجود يعني أنت أمام حرب وجود يعني ليس أمام الشعب الفلسطيني خيار آخر لم يبقى أمامهم كل المفاوضات سقطت لم يبقى شيء ليس لديهم بصوى الخروج أو القتل ولذا أخذ هذا الشعب البطل أخذ هذا الشعب الخيار الأوحد وهو خيار مقاومة بكل أشكال المقاومة المقاومة الشعبية التي تحصل فيه المسيرات العودة الكبرى والمقاومة المسلحة التي أثبتتها الصواريخ مؤخرا على المستوطنات الصواريخ الفلسطينية على المستوطنات في غزة التي ردعت أيضا الاستكبار الإسرائيلي بين هلالين فأنا أعتبر بأن أي قيادة حاليا فلسطينية تريد أن تعود وتتكلم عن صفقة القرن ومحور آخر ونهاية القدس سيسقط وينما كان ونزع السلطة الفلسطينية للأسف حتى هذه اللحظة ما زالت تقوم بعمل يسيء للشعب الفلسطيني لأن هذه القرارات بالحصار الذي يزيد يعني شو عم تطلب عم تطلب وقفت المعاشات الكهرباء نزلتها من 120 ل50 ما خلت شيء الأسر المحررين معاشاتهم موقفين ما في شيء يعني واضح أنه عم تعمل مثل ما عم يعمل الكياني الغاصب هذا لا يجوز ولذا نتفهم بأن قامت مظاهرات في رمالله وأنا أؤكد لك إذا لم تسمع السلطة رسالة الشعب الفلسطيني سيكون هناك انشقاك في الداخل هذه السلطة هناك ناس شرفاء أيضا جيد طبعا هذه التظاهرات لم تمر مرور الكرام كان هناك حولها كثير من أو لديها كثير من القراءات المعمقة حول تلك التظاهرات التي خرجت في الضفة الغربية مطالبة السلطة الفلسطينية بفك الحصار عن قطاع غزة خصصت صحيفة الأخبار اللبنانية تقريرا يتناول دلالات ذلك الحدث نشاهد معا الأخبار اللبنانية نبض غزة يفجر تظاهرات في الضفة للمرة الأولى منذ سنوات تكسر الجماهير الفلسطينية في الضفة المحتلة حالة الصمت أو ما يمكن تسميته الحياد تجاه ضغط السلطة على قطاع غزة بجانب الحصار المفروض على أهله وتحديدا العقوبات التي فرضتها رامالله منذ شهور وتسميها الأخيرة إجراءات وأمس جدد حراك إرفع العقوبات دعوته الجماهير إلى المشاركة في التظاهر الرافض للعقوبات ضد غزة وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء إذ قال منظمون في الحراك إن نجاح التظاهر الأولى دفعهم إلى إطلاق الثانية ولا سيما أن الأولى نجحت في تحريك الرأي العام ولفت انتباه وسائل الإعلام المحلية والدولية لن تتوقف الفعاليات إلا بإلغاء العقوبات المفروضة على شعبنا وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة عن أن قرار الانطلاق من رامالله كان بحكم وجود النخبة الفلسطينية الحاكمة فيها وكذلك السلطة التي تمتلك قرار رفع العقوبات لكن لاحقا ستنطلق الفعاليات الاحتجاجية تدريجيا في محافظات أخرى من الضفة وخارجها إذن كان هذا تقريرا لصحيفة الأخبار دكتور يحيى بتقديرك هل يمكن أن يخلق نوع هذا الحراق الذي شاهدناه عبارة عن تظاهرات بالحد الأدنى متواضع لكن هل قد يتطور إلى حقيقة ضغط على مسار السلطة لتقديم مقاربة مختلفة في التعامل مع غزار رغم الخلاف القائم بينه وبين حركاتنا حماس حتما حتما وهذه المظاهرات أنا أؤكد لك أنها لن تبقى كذلك ستزيد وستكون أكثر شراسة وأكثر مطلبية هذه التظاهرات طبعا هناك لنا فرع في رمالله للتجمع ونحن نتواصل أيضا مع أصدقائنا هناك تحركات تتهيأ وهناك تصعيد سيكون من يقشل وراء هذه التحركات المجتمع الفلسطيني ليست جهات منظمة لا لا المسلم على الفلسطيني هناك المجتمع المدني الشعب الفلسطيني الشباب والشابات طبعا الفصائل القليلة لماذا تأخرت حتى اليوم لأنها لم حتى هذه اللحظة وقفت عملت بعض المظاهرات مع المسيرات العودة ولكن لم تكن كما يجب الآن تكونت هناك قلب لهذه المظاهرات هناك فريق ينصف نواة أساسية بدأت تطورها من الصعب أن تضرب هذه النواة وستكبر في كل يوم تكبر أكثر وأكثر وأنا أؤكد لك البقايا الفصائل الفلسطينية التي ليست في السجون الكياني الغاصب والسجون السلطة أيضا موجودة أيضا تتواجد وتلحق مع هذه المجموعات حتما حتما سيكون أيضا ضمن السلطة سيكون هناك شرخ لأنه لا يمكن لأي إنسان عاقل ولا أي فلسطيني يعني يحترم نفسه أن تستمر هذه العقوبات التي كان بالأساس سببها أنه مطلوب أنه إسقاط الهيئة الإدارية الإدارة الحكم الإداري في غزة صارت المصالح أو انتهت ليش أنتم عم تستمروا معناته هناك أوامر خارجية هذه الأوامر الخارجية التي أوامر لمن لي أبو مازين للسلطة للسلطة الفلسطينية واضح أنه عليك أنه يخلق الأجواء لخنق القوة الحقيقية التي تستمرها عن تبدع كان صلوا أقله فيما يتعلق برفض مطلق لصفقة القرن وذهب إلى مؤتمرات القدس مؤتمرات الإسلامية التي انعقدت في تركيا رغم تحذيرات بعض الدول العربية له ألا يعكس هذا أنه الموقف ليس عبارة عن إملاءات خارجية على السلطة الفلسطينية بقدر ما هو خلل في الداخل الفلسطيني السلطة ترى أنه لابد من إصلاح هذا الخلل بطريقة أو بأخرى إذا كانت السلطة بهذاك الوقت قبلت نقل السفارة وقبلت أن القدس بطلت مين يبقى منهم مين كان ممكن يبقى بفلسطين مين مين كان فينام طبيعة الحال كان طبيعة اللي عملوه هذا أقل الإيمان ما فيهم يعملوا غير هيك ولا كانوا يسقطوا بنفس النهار بتقوم الناس دي كلهم ما في مجال هذا الشعب الفلسطيني الشعب حر الشعب الجبارين شعب الذي ليس لديه سكروا كل باب ما عاش عنده خيار نعم يعني أول نصر أول نصر أول استشهاد ما في مجال آخر طيب لو قدمنا مقاربة إلى حد ما مختلف فيما يتعلق بهذه التظاهرات خلف تلك العقوبات التي تقال أن السلطة هي من تقف خلفها بتشفيف منابع تمويل الأسر الشهداء أو المعتقلين أو حتى الموظفين في قطاع غزة هناك قيادات فتحاوية الآن بدأت بالاستقالة هل يمكن القول أن حركة فتح هي من تقف وراء هذه التظاهرات لإحراج السلطة الفلسطينية طالما أنها لا تستطيع أن تخرج إلى العنن طالما أنها جزء أساسي من تركيبة هذه السلطة الأحرار في حركة فتح هم شركاء في هذا الحراق نعم منذ الأول حتى بوقت المسيرات الأول مسيرة أو ده أول حراق صار بالضفة الأحرار فتح فيها ناس شرفاء ما في شك كل الفصال هذول نحن المنراهن عليهم وهم يمثلون عندهم قواعدهم موجودة حتما هم شركاء في رفض هذا هذا الانهاء الوضع في فلسطين لا يمكن أن يقبلوا وتقبلوا أنه المفاوضات وصلوا أنه ما عاش فيه شيء ما عاش فيه شيء لأظهروا يا جماعة وموتوا فهذا قناعتي هذا اللي عم بيلاك هي الرهان أنه بدي يصير فيه انشقاقات ضمن السلطة ضمن الناس اللي الشرفاء منهم لا يمكن أن يقبلوا هذا الوضع والتصعيد المظاهرات تصعيد المظاهرات سيكون أكبر وأكبر وأيضا بيعطي يعني بيفرض على السلطة أنه تتراجع السلطة الفلسطينية إجباري بدها تتراجع لا لا يمكن أن نحسن النية ما بعرف إذا يمكن إحساء النية بسياسة هل يمكن تحسين النية هنا والقول أنه حركة فتح وكأنه نوع من تبادل الأدوار بين وبين السلطة الفلسطينية من أجل الضغط على المجتمع الدولي الذي يفرض على السلطة أن تستمر في حصار القطاع حسبها مثل ما بدك هل يمكن أن تقرأ بالسياسة أقصد أنا باعتقد لا أنا ما باعتقد أنه الأمور أنه والله تعم بيتكتك لا ما باعتقد لأنه شفنا نحن في ناس مورطة كثير داخل السلطة طبعا في ناس مورطة كثير داخل السلطة في ناس باعتقد بمشروع صفقة القرن طبعا في ناس باعتقد أم تبع عليه في ناس باعتقد طبعا ما حدا بيظهر ما في حدا بيظهر ما بينام نعم اللي بده يظهرها ما بينام هو بيموت لحاله سكتة قلبية من دول ما حدا ينقرب صوبه ليه لأنه أنت تعال شو معناتها معناتها عم تقول تهد فلسطين أي فلسطيني يستطيع أن يقبل ذلك أنت العدد الأكبر من الفلسطيني هم بالشتات أنت هدول بدون يعودوا إلى أراضيهم بدون يعودوا حق العودة بدون يكون والقدس عاصمة أبدية لفلسطين والفلسطين ستتحرر كلها كما قال سمحت السيد بخطابه الأخير ما في خيار آخر هون في خيار المقاومة وهذا العدو ما عنده عطال السيد خيارين على المستوطنين والذين أتوا من الخارج أن يحملوا حالهم ويعودوا بكراماتهم يظهروا مع بقاء اليهودي والمسيحي والمسلم الأصيلين الشعب الأصيل اللي كان في فلسطين يبقى بفلسطين هذا الموضوع هذا الخيار ورجعت مشروع الدولة الفلسطينية الواحدة تعود هذا المشروع من 73 كان مطروح الدولة العلمانية الدموقراطية وهون ما جاء بنسيرة علمانية مع علمانية كل الأديان كل الأصيلين الأصل أهل الأرب أهل الأرب يبقوا بما يمثل المستوطنون اللي إجوا من بره والغزو وكل حالهم يظهروا وكل المعارجلسيات الثانية مع من نكبون بالبحر قال لن نكبون بالبحر وحت أمامها وهذه القصة مهمة جدا قلائل انتبهولها بالكلام سمحت السيد المقاومة بالأساس هي مقاومة عنصر دفاعي أي مرة يدخل على جسمك أنت جسمك يدافع يقاوم يعمل مضادات يعني هو عمل لا إرادي وعمل إرادي فيها هو شق موجود لا إرادي وشق إرادي هي دفاعية بكلام سمحت السيد الأخير انتقلنا إلى أكثر من الدفاع أصبح أفضل وسيلة في الدفاع هو الهجوم فالهجوم بأندعال وإلا حرب التحرير القبرى وسنكون قريبا إن شاء الله سننصلي في القدس هيدا استقلنا إلى استراتيجية جديدة هي استراتيجية المقاومة عن محور المقاومة ككل عندما يتكلم سمحت السيد لا يتكلم بإسمه كحزب الله يتكلم عن محور المقاومة ككل هذا الكلام فإذن نحن أمام صورة جديدة في المعركة وهذا تهديد للكيان الغاصي ملامح هذه الصورة الجديدة كيف تتمثل في الجنوب السوري في لبنان الآن في العراق بعد الانتخابات التي حصلت مؤخرا وتدعيتها كل هذا بعد الفاصل مشاهدين أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا نجدد بكم الترحيب مشاهدين في هذه الحلقة وضيفنا فيها الدكتور يحيى غدار طبعا نتحدث حول صراع المحاور في المنطقة مستجدات هذا الصراع الحديث عن تحسن في العلاقات السورية الأردنية صحيفة رأيي اليوم الإلكترونية تكشف عن تحسن ملحوظ في تلك العلاقة بين دمشق وبين عمان وعن تلقي رسائل إيجابية في عمان من قبل دمشق نشاهد معا رأيي اليوم الأردن والجنوب السوري مجددا رسائل إيجابية من الرئيس الأسد يشتكي حتى مسؤولون كبار في الأردن من أن المؤسسة السياسية والحكومية لا تعمل بالمستوى نفسه تجاه احتواء الخلاف مع النظام السوري والتنسيق من أجل تجنب مخاطر معركة الجنوب السوري الإشارة حسب مصادر غربية مطلعة جدا على التفاصيل تطال رئيس الوزراء نفسه الدكتور الملقي في المرحلة السابقة وكذلك وزير الخارجية أيمن الصفدي الذي درج على إصدار تعليقات حادة لدى النظام السوري الجانب السوري أوصل رسائل عديدة أخيرا وعبر شخصيات أردنية إلى عمان مضمونها الاستعداد لتطوير الاتصالات والعودة إلى تبادل السفراء وعدم وجود نوايا سيئة ضد الأردن مع وجود استعداد للبحث في حصة لقطاع المقاولات الأردني في مشاريع إعادة إعمار حلب رسائل دمشق تضمنت أيضا التأكيد على أن النظام السوري يتفهم الظروف والإمكانات الأردنية وحجم الضغوط التي فرضت عليه إغلاق الحدود مع الاستعداد لتطوير الاتصالات بخصوص الوضع الأمني الحدودي جنوبية سوريا تحديدا وأن الصفدي درجة على وصف الوجود الإيراني العسكري بأنه ميليشيات إرهابية تفيد المصادر بأن الاتصالات عبر القنوات الأمنية والعسكرية الأردنية مع الحكومة السورية تتفاعل بصورة غير مسبوقة وبقي الجانب السياسي والديبلوماسي طبعا وعندما نتحدث عن العلاقات الأردنية السورية لا ننسى أن هناك على الحدود أيضا مجموعات مسلحة دمشق تريد أيضا إعادة السيطرة لسيما على المعابر الحدودية مع الأردن وبنفس الوقت إنهاء الوجود المسلح خارج نظام أو خارج الدولة أعود إليك سيد غدار لأسأل عندك معلومات فيما يتعلق بما صدرته صحيفة الرأي اليوم حول تطور وتحسن في العلاقات الأردنية السورية وعلى خلفية ماذا من الواضح بأن هناك أزمة في الأردن أزمة كبيرة جدا والمظاهرات والإحتجاجات التي قامت مؤخرا كادت كادت أن يعني تؤزم الوضع وأن تسقط النظام كان هناك يعني ستعلق كانت ممكن توصل لهم ووضيح البعض يعني قال أنه طيب كيف طلعت هالمظاهرات وهل كان بالفعل هناك قوة خارجية تريد أن تضغط على الملك لقبول صفقة القرن وقبول تخليه عن القدس وهذه المجرة وخروجه من المعادلة لأنه كان الولي هو راعي القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية هناك فلذا كانت هذه الأمور أوراق الأساسية اللي معه الملك عم بيموله إياها فممكن أيضا هذا التراح أنت تتفق مع من يقول أنه هو هذا الحراك اللي حصل هو بدوافع خارجية للضغط على الملك للسير بصفقة القرن في دوافع داخلية أكيد يعني الوضع الاقتصادي كارثي يعني ما تنسى كان فيه يجي أربع مليارات سنويا من السعودي لنفاق المواطن الأردني بحسب التقديرات انخفض كثير كثير هناك وإجت قصة الدرائب ففيه خنق يعني فيه عملية ما عايش فيه فيه سرخها بده تطلع فطبعا القوى الخارجية تستفيد من هذه الأمور لتعمل أوراق ضغط ولذا نرى أنه قدموا مساعدات يعني الآن فيه قروض بحوالي 2.5 مليار دولار مقدمة من دول خليجية للأردن هذا يعكس أو يعني يقدم صورة مختلفة عن التحليل اللي حضرتك عم تتقدم فيه لا هلأ كان حجم المساعدات كانت أكبر بكتير من هك تجي وفيه عندك دوم المساعدات في الأربع مليار من السعودية دول ما اجوا عم تبع عليه صاروا سنتين مجيين هذا موضوع كنت تشوفه تاني شي السعودية يعني واضح أنه بيشتغلوا مثل ما بيشتغل ترامب اللي بده يعملوا يعني ترامب صفقة القرن بده تمشي واللي معه بده يمشي واللي قادر يدفع ولي ما قادر يدفع ولي ما قادر يدفع من قمله راسه يعني الموضوع أو إذا ما بده يمشي ويدفع مصاري يمشي بعدين من أخر وشوي ولكن اللي ما معه مصاري هافيان مثل وضع الاقتصادي الأردني بده ينفذ ما له أنه يحكي فأنا رأيي لا فيها الشقين موجودين في الشقة الحقيقة الأزمة الحقيقية الداخلية موجودة وأصدقائنا في الأردن يؤكدون أنه لا في ناس بالفعل قامت هل ذلك علاقة الآن بتحسن العلاقة مع السورية أنا أعتقد هذا الوضع خلى الملك بالآخر اللي هو بالنهاية يعني لا يستطيع أن يقاوم الأمريكان والإنجليز يعني هو بالأساس ينفذ منذ الأول عم ينفذ المشروع أنه جاب قبل القواعد الإرهابية تكون موجودة على حدود الجنوب حدود جنوب بالسورية وصارت عمليات من هنا كلها هيدا هو عم ينفذ فإذن هو كمان منه كان مالك خياره ولكن أنا لأ أنه رأبته بالداء أنا رأي هذه فسحة المجال أنه اليد الممدودة من سوريا هذه يد الممدودة من سوريا أنه ينتبه أنت عندك خياران أو تجي بتقرب من هذا المحور ومش طالبين منك كثير بس أنه خلينا نخلص من هالإرهابيين بأقل سفق الدماء وإذا لا نحن رايحين يعني هلأ الجيش العربي السوري والكوة الحليفة موجودة وعم تتطور وشبكات السواريخ المضادة كل يوم وعم تزيد على مستوى الخط كله لحدود الفلسطيني المحتلة والحدود الأردنية كلية عم تكون تخوى ويستطيع الجيش العربي السوري وحلافية وبأي وقت تحريره ولكن إذا استطاعوا من دون كلفة الدم زيادة ويخففوا دمار ويخففوا ما حيقولوا لا هذا اللي يطلبوا منه للملك الأردن إلى أين قد يذهب الأردن هذا خيار هذا خيار لإلك لأنه على هم نقطة أيضا لا تنسى أنت العرض الروسي العرض الروسي هنا موجود العرض الروسي هو العرض أنه العدو الإسرائيلي الكيان الغاصب يقبل أن يدخل الجيش العربي السوري بس من دون حلاغه ومن دون حزب الله والحرس السوري الإيراني ليسيطر على كامل الحدود للسورية يعني تشوف منها التنازل يعني هاي كدو العمرة تقول أنه هذه المنطقة شريط حدودي لا إله ممنوع وجود قوة مسلحة سوريا هذا يدل على أكبر هزيمة للعدو أكبر هزيمة تقديرك ليس هناك تباين روسي إيراني سوري فيما يتعلق بملف الجنوب السوري حصل كلام كثير لسيما في التقارير الصحفي غربية أكثرها أن هناك تباينا روسيا إيرانيا في إدارة ملف الجنوب السوري أنا قناعت عمستوى استراتيجي ليس هناك أي تباين هناك في اتفاق بالنهاية الهدف بالأساس أن الجيش العربي السوري يكون موجود في كل الأراضي السورية إذا استطعت أنت أنه توجد الجيش العربي السوري على حدود السورية الفلسطينية والأردنية إذا استطعت من دون سبك دماء وثمانة انتبه مش بس دون سبك دماء سمانة خروج القوات الاحتلال الأمريكي من القوات المحتلية الأمريكية هي لا شك أنها جائزة روسية صحيح لكن البعض يقول أنها أيضا نقمة إيرانية لما لأنه إن قبلت سوريا بذلك هو عمليا ستضمن أن لا تكون هناك أي مقاومة على الحدود السورية مع فلسطين المحتلة وهذا ما يريده الاحتلال الإسرائيلي صحيح لكن الشرط هذا الشرط لن يقبل فيه ولن يقبل فيه الرئيس الأسف أنه لن يكون هناك مقاومة في أرض محتلة حتى الروسي لا يمكن إلا أن يكون مع السوري بتحرير الجولان هذه قرارات دولية الروسي معك في القرارات الدولية معك في تحرير آخر حب الطراب من الجولان وسيدعم الجيش السوري في تحرير الجولان وهو معك في تحرير فلسطين الأراضي للأربع حزيران السبعة وستين هذه قرارات دولية ما تطلب من الروسي أكثر من هك هو أحدا يفكر مثل ما البعض عم يحكي أن الروسي سيتخلى عن الموضوع هذا موضوع سوري ولكن الروسي يقف معه بتحرير جولان ما بتعتقد أن الروسي يبحث عن صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في الملف السوري ضمن إطار عام هناك عم يعطي ورقة هو أنه يفرجيهم كأنهم أنجزوا شيء لأمريكي ومن لم ينجزوا شيء أنت بالآخر تخذ وجود الجيش العربي السوري وجود على حدود الفلسطين المحتل وإردن ما هذا مطلب أساسي كان ورافضينه بدون إسقاط النظام فإذا هو انتصار ليس فقط للجيش العربي السوري هو انتصار لمحور المقاومة ككل هلأ التفاصيل التكتيكية والإعلام منهم مش مهم المهم اللي كمان أكد عليه سمحت السيد أنه شو قال سمحت السيد قال نحن جينا على سوريا بالطلب من القياد السوري بيلاقي أنه والله بحاجر بسلوا إيدي مش بساق بسلوا إيدي مش شكروا لأنه نحن جايين نخدمه ولا جايين يعمل حزب الله والحرس بدون يعملوا قواعد ونحن ما في مشروع إيراني في سوريا أن يكون هناك حزب الله سوري على غرار حزب الله في لبنان وأن يفتح جبهة مع الاحتلال وأن تبقى هذه الجبهة قائمة مع الاحتلال هذا مشروع يعني هو مشروع قائم هو مشروع نحن كلنا نحن عم نطلب ليلة نهار أنه يجب أن يكون في مقاومة شعبية بالآخر مع كيف نجح الروس ليس لديهم اعتراض لا الروس ما فيه طالما أنت عم تحرر الجولان مش فيت على الأراضي 48 عم تفع علي فأنت بالأساس الروسي لا يمكن بوتين واضح وبوتين ليش ما بيعرف أنه عدوه الأكبر هو الكيان الغاصي ما هو راحل جورجيا وغير جورجيا العلقات جيدة مع إسرائيل العلقات ممتازة ليس جيدة لا هذه العلقات الدوكلميسية ولكن بستراتيجيا ما أكبر حليف للعدو الأساسي لروسيا الاتحادية هو الولايات المتحدة أكبر من المشروع الهيمنة والأحادية في العالم الولايات المتحدة مين حليف الأكبر الكيان الصهيوني عم تبع علي الروسي ما بيعرفها الشي بيعرفها الشي لا فيه مليون وشوي مثل ما حصل تقارب يا دكتور يحي مثل ما حصل تقارب بين تركيا وبين روسيا واستطاعت روسيا أن تسحب تركيا من حلف الأطلسي للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية قد تفعل نفس السيناريو مع إسرائيل يعني أين المشكلة هي مصلحة دولة إسرائيل أعلنت وبكل وضوح أن الجولان جزء لا يتجزء من الكيان الغاصي ولن تتراجع عن ذلك ولا بأي تريع سوى بالمقاومة هذا واضح مناسب مع الإسرائيل على حساب تضحيات ما يقول خيار المقاومة أنه يقوم بها في سوريا لا أصلي أنه تتخلى لروسيا عن الجولان لا لا ليس التخلى يعني بمعنى ضمان أن تقبل أفوا أنت اللي عم تحكيه ليكون واضح نعم روسيا لا يمكن أن تقبل أي صفقة يكون ضمن إنهاء حالة الجولان أن الجولان صارت إسرائيلية لكن قد تقبل بصفقة لإضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة لا حتى الإيراني لا يقبل هذلك ولا الروسي السوري بيقبل ولا الروسي بيقبلها يجب أن يكون واضح بالنسبة لأي لمحور المقاومة نعم إن كان الجيش العربي السوري موجود يعني صار حزب الله موجود والحرس الصوري موجود والحجد الشعبي موجود وأنصار الله موجود ما بدون يكون موجودين جسديا ما هذا محورهم ومش ضرورة تكون أنت موجود إنه ولا لازم يكون لا بس باللحظة اللي بدوا إياها الجيش العربي السوري والقيادة السورية بحاجة لهذا المحور وسنجطاء مثل مصار هلأ قبل كان أصعب هلأ أسهل بكتير فإذن ما حدا يشوفه ما حدا يشوفه بستراتيجية غير هيك بستراتيجية هذا المحور موحد فيه بالتكتيك شيء قدام شيء بتكتيكيا وليس استراتيجيا هناك أكبر انتصار لهذا المحور أنه يتواجد الجيش العربي السوري ليس فقط على جنوب سوريا وفي موازات الأراضي المحتلة بفلسطين المحتلة أو على الحدود الأردنية ولكن على كل الأراضي نحن بالأساس هلأ المعركة الحقيقة يجب إخراج الوجود الأمريكي إخراج الوجود الأمريكي الذي ينسعب غسما عنه وقال الرئيس الأسد قال إذا لم تنسعبه سيكون هناك مقاومة ستقاوم وسيدفعون أسمين باهزة السلاح الموجود الآن مع الجيش العربي السوري كل يوم يتطور لا أمريكا ولا غير أمريكا تستطيع أن تقف لأنه تعرف أمريكا أن الجيش العربي السوري لا يسل وحده حتى إذا كان بمناطق بانتفاء أنه موجود هنا أنه يعرفه بأي لحظة كل المحور المقاومة وحاقدر أن يكون إلى جانب الجيش العربي السوري لأن الجيش العربي السوري هو قلب المقاومة في هذه المقاومة مثل ما سميه سميه السيد سميه عمود المقاومة جميل البعض يقول أنه قد تكون هذا أو قد يكون هذا المحور محور المقاومة قد ينتصر أو انتصر أو في طريقه إلى الانتصار في سوريا لكن الحرب هي على النفس طويل وهي ليست معركة ومن يكسف في نقطة قد يخسر في نقطة أخرى الوضع في العراق البعض يعتبروا أنه كان في خسران الانتخابات التي حصلت مؤخرا للنفوذ الإيراني هناك على أي حال في صحيفة الدستور الأردنية يطرح عريب الرنتاوي السيناريوهات المتوقعة حول الخارطة البرلمانية والحكومية ما بعد الحريق الذي طال مخازن سناديق الاقتراع في العراق نشاهد معنا الدستور الأردنية عن الحريق الذي أطاح الانتخابات لا سناديقها فحسب عريب الرنتاوي الحريق الذي نشب في ذلك المستودع البغدادي لم يلتهم صناديق الاقتراع فحسب إنما أتى على صدقية الانتخابات العراقية ونزاهتها وبدد صدقية العملية السياسية الجارية في بلاد ما بين النهرين المهددة بأن تصبح بلاد النهر الواحد بعدما جف تجلى أو تم تجففه وقد بدأ أن العملية الانتخابية السياسية تترنح بعدما أصيبت في مقتل النزاهة والصدقية والشفافية في أي حال ما يشهده العراق اليوم من حرب اتهامات وطعون وانقسامات حول سؤال ما العمل ليس منفصلا عما يشهده من حراك كثيف بين مكوناته وكياناته الداخلية وداعمها الإقليميين والدوليين حول وجهة العراق في المرحلة القادمة في السيناريو الأول قد يذهب إلى اتلاف وحكومة بعيدين نسبيا عن إيران أما في السيناريو الثاني فقد ينشأ اتلاف وحكومة بعيدين نسبيا عن الولايات المتحدة فيما قد يذهب السيناريو الثالث إلى خليط غير متجانس سياسيا قد يفضي التحقيق الجد والجدي في جريمة حرق الصناديق إلى إشعال حرائق أخرى في العراق وقد يفضي عدم التحقيق إلى نتائج لا تقل كارثية كما أن قرار إعادة الفرز يدويا سيفضي إلى انكشاف كتل وازنة وفتح تدخلها الفض في الانتخابات كيف تقيم الوضع الآن في العراق ما بعد حرق هذه السناديق وفق السيناريوهات التي طرحها عريب أرانتاوي في الدستور الأردنية الذي حرق السناديق هو يريد عدم استقرار في العراق واضح وخلق جو بلبلي طالما البعض يقول أن الولايات المتحدة هي التي انتصرت في هذه الانتخابات شو مصلحتها أمريكا في هالشي فإذا المستفيد الأكبر من حرق هذه السناديق المستفيد الأكبر عكس ما ممكن يفكر واحد هي الولايات المتحدة ليش هقل لك ليش لأنه إذا أنت بتشوف اللوايح اللي انتصرت حجد الشعبي ما كان موجود هلأ بين الحزاب الثلاثة الأول بالمرتبة الثالثة بالثلاثة الأول نعم وقوته التأثيري كبير كتير يعني ما ننسى أنه السناديق أعطت صورة ولكن عمله على الأرض أكبر بكتير وخاصة النوابه ليسوا من صورة واحدة من طائفة واحدة يعني كمان عنده وضعية وطنية وهذا شيء كتير مهم وللأسف ما عم يظهر كتير يجب إظهاره أنه خيال حجد الشعبي ليس الشيعة مثل ما يقوله صحيح هو الشيعة المقونات الأساسي فيه الكبير ولكن في المقونات الأخرى موجودة اللي هقوله أنا أنه لا يمكن لأي حكومة قادمة أن تقيم النظر أو أن لا تأخذ من الاعتبار قوة الحجد الشعبي البرلماني لا يمكن هلأ العبادي بالآمس قال لا يمكن أن نعيد الانتخابات لأنه صار فيه كارسة هذه لا الحكومة ولا البرلمان فيه يقوم بهالشي إذا صار في ضغوطات لعادة الانتخابات إذا صارت وهذا احتمال ضئيل جدا أنا أأكد لك أنه الحجد الشعبي سيكون المنتصر أكثر بكثير ما هو الرقم اللي أخذه هذا واحد طبعا نحن عم بحكيه كمان معلومات من فرعنا في العراق الذي هو قيادته هو قيادة حجد الشعبي هو منسقنا في فرع التجمع في العراق قال لي إلا كين نحن هذا الموضوع شو ما عملوا في العراق هو حدا يفكر أنه والله المحور الداعم للجمهورية الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو ضعيف ليس صحيح ظاهريا فيك تقضي البداية بالواقع بالواقع ما زالت وستبقى سيبقون حلفاء إيران هم الأقوى في العراق وهم الذين سيؤسرون ولا خوف حتى العبيد إذا رجع لا خوف يعني هذا الرجل يعرف التكتيك ويعرف الاستراتيجية لا خوف العراق جيشا وحجد الشعبي وشعبا هو بمحور المقاومة كما انتصروا في العملية الانتخابية الأخيرة كما انتصروا في لبنان الحكومة اللبنانية بدون أن تأخذوا بين اعتبار مزحة مجبورين يأخذوا بين اعتبار أنه في 74 نائب في البرلمان هم حلفاء لم يحور المقاومة الذي أشره قاسم سليماني بالضبط هذا واقع حقيقي يعني لم يكن إحراج لحزب الله وحلفاءه في لبنان عندما يقول أنه تحول لبنان من حزب مقاوم إلى حكومة مقاومة يجب أن يتحول يجب أن يتحول يجب أن يتحول صح لا هناك حلفاء للمقاومة أعلنوها معلن حتى إذا البعض يأخذ مواقف هكه بين وبان ورمادية ما إلى إيمة ولكن كله بالستراتيجية إن كان طيار الوطن الحر هو حليف المقاومة هو يجب أن نحرر القدس يجب 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 والمقاومة ضرورية وسلاح المقاومة ضرورية شو ما حكي بعدين ما قاله إيمة لكن في فرق بين أنه هذه قضايا وطنية يتفق عليها اللبنانيون وفي فرق بين أنه هذه تأتي ضمن محور إقليمية تصارع مع محاور أخرى هو الرفض أن لبنان ليس ضمن لعبة المحاور حتى حلفاء حزب الله يرفضون أن يكون جزء من محاور دولية تتصارع هذا بالإعلان قال لك تختل تحت الطاولة في شيء تيني طبعا طبعا ما عليش ما عليش هلأ في عندك بعض الخلافات السنوية بينتهم ولكن مرجعية اللي هو فخامة الرئيس الجمهورية لعماد بنشيل عون نحن نعرف مواقفه ويؤكد على وجوده ضمن المقاومة وهو مقاوم ولا يمكن أن يتخلى ولا يمكن أن يقبل بهذا الكيان الموجود هنا اللي على حدودنا الجنوبي أنا اللي أقول لك كلام أخدوا عليه ضجب هو مظبوط ينعمل بأول جلسة للمجلس النية القادم ينعمل يتبين أنه مظبوط في 74 نائب داعمين تبه داعمين لكلام أنه محور المقاومة ضد العنجهية والأحادية الأمريكية حتى لو في بالسياسة يعني كلام وزير خارجية من هون أنا ذكر كلام وزير خارجية بما تبقى لدينا من وقته يمكن أقل من دقيقة كيف تقرأ ما تم التعاطي معه مع موضوع اللاجئين ومع المفوضية المفوضية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذه القضية هل قضية مفتعلة هل هي قضية بالفعل في طريقة إلى الحسم أنا رأيي بالبداية الطرح مثل ما طرح وزير خارجية جيد أنه بالآخر هناك مصلحة لبنان يعني هوليك واضح هونش عمل لك ما فيهم يكون عند الأمريكان ما ذلك محور أمريكي الطرح المفوضية هو اللي بديها أمريكا أنه دول بيبقوا هون للحل السياسي النهائي لا هلأ فرد وزير الخارجية ونشد على إيده فرد أنه لا لا يمكن لازم فصل على الحل السياسي النهائي في سوريا عن قصة اللاجئين وأن يحق للنازحين أن يرجعوا إلى أراضيهم بغض النظر عن الحل السياسي كل شكر وما أهل وسهل فيك كما نشكركم مشاهدين على حسن المتابعة إلى اللقاء موسيقى